ومعنا في الستيديو الصحفي عبدالله والستيديا ومراسل قناة العرب الجديد أهلاً وسهلاً والحمد لله على السلامة أهلاً سلمك يعني ماذا جرى؟ والله تم استدعائي اليوم من طرف إدارة الأمن كانوا ودودين جداً في التعامل وأبلغوني أنهم لا يرغبون في بث برنامج كنا نصوره أي تناول الاقتصاد الموريتاني تم تصويره في عدة مناطق من هاروسو ونوذيبو طبعاً أبلغتهم أن صلاحية بث البرامج ليست من اختصاصي فأنا مجرد مراسل وأعلمتهم بالجهة التي يجب التواصل معها وهي القناة لربما لم يقبلوا ما يعتبرونه عذراً قالوا أنهم يحملوني المسؤولية الكاملة عن ما سينتج عن هذا البرنامج قلت بأنني أستعد لتحمل المسؤولية ولكن في النهاية أعتقد أنه ليس هناك عوار مهني في هذه القضية لأنني أعتبر أنني أقف على مسافة من كل الفرقاء في البلد وأن الموضوع ليس سياسياً هو اقتصادي بدرجة أولى وأنني أدفع ببراءتي من التهم التي يوجهونها إلي وأنني بينت على من الدعاء واليمين على المعركة ما هي التهمة بالضبط الذي يوجهوها؟ هي ليس التهمة لكي نفهم السياق كان هناك استدعاء من وزير الإعلام من قبل على ماذا بنوا هذا؟ كان هناك بعض التخبط في طبيعة التهمة يقولون دائماً بأن الجهات عليا ترى بأنه ليس من المصلحة طبعاً أنا أفهم مصطلح الجهات العليا فهو ليس جديد عليه لكن أعتقد أنهم لم يكلفوا نفسهم عن مشاهدة المادة الخام أو البريت الذي وضعته تحت التصرف يوم لو شاهدوه لعرفوا أن الأمر لا يحتمل كل ما حمل وأن موريتانيا صنفت لأربع سنوات متتالية الأولى عربياً على مستوى حرية الصحافة هم هللوا لهذا كثيراً فليحتفظوا بهذه الحماسة وليحتفظوا بهذا الانتصار لا يجب أن تشوبه شائبة ملاحقة صحفيين أو تهديدهم بأي معنى طيب يعني إذناء التهمة أو إذناء الاستدعاء هذا أو حتى بعده هل واجهت تنبيه أو تهديد لا هو كان تنبيهاً في صيغة التهديد المبطن كانوا ودودين المفوض المكلف بالاستدعاء كانوا ودوداً في تصرفاته وهذا مفهوم الوزير قبله كان أيضاً ودوداً لكن ما فهمته أنه ربما تنبيه الوزير لم يكن كافياً فاستلزم أن تنبهني جهة أخرى وهذا ما حدث على أي حال لا أعتقد أن الموضوع كما قلت لكم يحتمل كل هذا هو برنامج اقتصادي حتى لو تم التطرق للاقتصاد الموليتاني نحن نعرف ميزات هذا الاقتصاد نعرف السوءات هذا الاقتصاد ما يعانيه وهذا الموضوع تلوكه ألسن القنوات التلفزية الفاناشل تايمز الموند الفرنسية عملت تحقيق كبير جزيرة من قبل عملت هذا التحقيق لماذا الآن بالضبط ربما لدى الجهات التي تحرك هذا الملف الإجابة على هذا السؤال حتى سياسيين هنا يتحدثون عن الاقتصاد وهم أنفسهم يتحدثون عن مشاكل الاقتصاد طيب مثلا هذا الاستدعاء يعني ليست هناك تهمة واضحة على ما يبدو طيب هذا الاستدعاء هل رأون أنهم ليست لديهم تهمة أو أن ما يوجهن لك هو شيء باطل غير واضح صورة غير واضحة لذلك أخلوا سبيلك أنا أعتقد أن الأمر لم يتعلق بتوقيف حتى يكون هناك إخلاء سبيل هو كان استدعاء أرادوا له أن يكون دردشة عادية لكن بالطبع لن تكونها عادية لأن المستدعي والمستدعاء ليس أترابا لتكون دردشة موجودة أعتقد أنهم أيضا حائرون في التهمة التي يريدون توجيهها ما يزعجهم فقط هو هذا البرنامج لا يريدون أن يبث وأعتقد أنهم يقدموا له أكثر دعاية أو إعلان يمكن أن يزيدها برنامج تلفزيوني لأن الهاتف يرن على مدار الساعة لكل يسأل ما هو هذا البرنامج نريد أن نراه ولولا هذه الدعاية المجانية التي قاموا بها لما سألت الناس عن التلفزيون مغمور عن برنامج هم أصلا حتى سلمتهم لبريت وقلت أنهم لم يشاهدوا حتى حتى يحكموا عليه طلب من المفوض سألته هل شاهدت البرنامج قال للأمان أنه لم أشاهد البرنامج قلت هل وضع تحت التصرفي؟ قال لي أنا أعرف أنه وضع تحت التصرفي وعدك بأن أشاهد أن أشاهد المادة الخام بعد أن استدعيت أن أشاهد أن أشاهد المادة الخام وعدك أن الأمور أنه بناء على هذه المشاهدة سنحدد طبيعة ولكن أعتقد أنه تم رسالة واضحة كان يجب أن توجه إلي يجب أن لا يبث هذا البرنامج يجب أن تعلم بأننا لا نغمض العين عنك يجب أن تعلم أن دائرة تحركاتك محدودة ويجب أن تصلنا أخبارك بانتظام هذا لا يفاجئني عادة أعتقد أن أي صحفي سيكون فخوراً إن تم توجيه العتاب إليه لأنه قام بعمل مهني وأعتقد أن كل صحفي هو من يمتلك أحقية أن يحكم على عمله أن يكون مهنياً أو لا لا مدير الأمن السياسي ولا إدارة أمن الدولة ولا وزارة الإعلام لها الحق في أن تحدد ما المهني وما الصالح وما الطالح من أعمال الصحفيين وأعتقد أن على الأقل أن هذه الدولة التي تتشدق بحرية التعبير التي تعتبرها حرية التعبير يعني كيف تقرأ هذا التصرف في ظل دولة تعتبر أن هذا من إنجازاتها أنه عليها أن تحرص على هذه الحرية التعبير وأن توسع مفهوم حرية التعبير وأن تفهم ماذا تقصد حرية التعبير أعتقد أن هذا الفهم إذا وجد لدى مسؤولي هذه الدولة سيكون أفضل في التعامل مع الصحفي أن تستدعي مراسل قناة أجنبي أن تطلب منه أن لا يبثأ برنامج لم شارك في إعداده فريق كامل صرف ما يناهز 30 ألف دولار في تحركاته بهكذا بجرت قلم لأنه ثمت في هذا البرنامج ما قد لا يعجبك وأنت لم ترى البرنامج هذه متاهة أعتقد أنها لا تليق بسمعة موريتانيا ولا تليق بنا كصحفيين موريتانيين ولا يليق أن نتعامل مع الإعلام بهذه السطحية وأن نتعامل مع الإعلاميين بهذه النظرة الدونية وأن نعتبر أن الأمور يمكن أن تحدث بقرار من له الحق؟ احتجالي حتى أنت لم تعرف ماذا جرى تعرف حتى محتوى البرنامج والموضوع العنوان العريض عنه هو الاقتصاد من له الحق في الحكم على برنامج تلفزيوني بأنه غير صالح؟ ماذا يفعل القضاء إذا لم يكن بإمكانه أن يحدد؟ ماذا تفعل وزارة الإعلام إذا كانت هي نفسها لا تستطيع أن تحكم على عمل تلفزيوني أنه صالح أو غير صالح؟ لماذا للأمن سطوة ويد طولة في هذا الملاف؟ فأعتقد أسئلة كثيرة علينا أن نراجعها كمجتمع مدني وكإعلامي لماذا برأيك تنتظر حتى تكمل التصوير هم يدعون بأنني لم ألتزم برخصة التصوير التي منحت لي طبعا هذا كذب لأن أنا انتقيت برخصة ودرجة أنني كنت ملكيا أكثر من الملك كنت عندما أصل لها محطة مثلا وديبو أسلم الرخصة للوالي لقائد المنطقة العسكرية لقائد الشرطة لأشياء في عرف المراسلين الأجانب القانوات الدولية هي عوائق لا يمكن أن يقبل أحد لكن أنا لأنني أفهم طبيعة البلد ولأنني أحرص على هذا البلد وأعتقد أن هذا المنبر مناسب لكي أقول للذين لديهم توجس من هذا البرنامج أنا أعرف ما يخدم مصلحة هذه البلاد أعرف الصورة التي يجب أن تظهر بها هذه البلاد أحرص على هذه الصورة ممن يدعون الحرص عليها وأجزم بأن هذه الصورة نقية في برنامجي وأنها ستكون إن شاء الله إذن صحفي عبدالله والسيديا مراسل قناة العربي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك المترجم للقناة